كما افتتح محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون معارض أهل الرمضان ومنافذ بيع اللحوم بمراكز شبين الكوم وقوسنا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومن أجل محاربة غلاء الأسعار وجشع التجار طوال شهر رمضان المبارك جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخلال افتتاحه شدد محافظ المنوفية على متابعة المعارض والتأكد من توافر السلع وشني حملات رقابية على الأسواق وذلك بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظا على حقوق المواطنين